وللمزيد حول ولاء الميليشيات والأحزاب في ظل تجاذب النفوذي بين إيران وأمريكا في العراق ينضم إلينا أوس المختار الصحفي العراقي عبر الهاتف من فيينا أهلاً ومرحباً بك أستاذ أوس أهلاً وسهلاً بداية الضغوط الأمريكية والإيرانية على الحكومة تزيد الخلافات بين الأحزاب والكتل لمن ستكون الغلبة برأيكم في هذا المحيط متعدد الولاءات الحقيقة أعتقد أن الغلبة الحقيقية ستعود إلى كلا الطرفان الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والخاسر الوحيد هو الشعب العراقي إيران الآن تستغل موضوع الانتخابات الأمريكية والتهاء الرئيس الأمريكي ترامب بهذا الموضوع المصيري بالنسبة إلى وضعهم في موضع القوة الآن يريدون أن يضغطوا على الحكومة الأمريكية من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من التنازلات من خلال إبعاد النفوذ الأمريكي على السلطات السياسية العراقية وغلق القواعد العسكرية الأمريكية وكذلك البعثات الدبلوماسية الأمريكية من أجل وضع الحكومة العراقية والاقتصاد العراقي كلها تحت رحمة الحكومة الإيرانية طيب في وقت تتهم فيه أو تتهم فيه الميليشيات مصطفى الكاظمي بأنه رجل أمريكا يفرج الكاظمي عن أصول وحسابات مجمدة لدى البنك المركزي العراقي تابعة لإيران كيف يمكننا أن نفسر ذلك؟ الحقيقة لا أعتبر الصراع الأمريكي الإيراني في العراق هو صراع استراتيجي هو صراع تكتيكي صراع على النفوذ أمريكا لا يمكن أن تسيطر على العراق بدون مساعدة إيرانية وكذلك هذا الموضوع ينطبق على إيران إيران لن تستطيع أن سيطر على العراق بدون النفوذ الأمريكي لكن صراعهم على حجم الكعكة الآن الصراع الأمريكي الإيراني على حجم الكعكة كلما ضغطت أمريكا على إيران بفرض عقوبات اقتصادية على إيران إيران ترد من خلال ضرب المصالح الأمريكية العفوان المصالح الأمريكية في العراق وتهديد هذه المصالح ماذا عن احتمالات نجاح خطة الكاظمي للإصلاح دانيشونال تقول أنه من الصعب تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادية التي تقدمت بها حكومة الكاظمي الكاظمي يقدم المقترح للصفحات البيضاء أو الأوراق البيضاء ويتعهد أن يحل الإشكالية الاقتصادية خلال ثلاث سنوات أي حل خلال ثلاث سنوات والعراق 18 سنة الوضع الاقتصادي من سيء إلى أسوأ العراق يعاني من مشكلة سرطانية مشكلة اقتصادية سرطانية سياسية سرطانية لم يحول اعتماد العراق على مصادر أخرى اقتصادية العراق معتمد بشكل كامل على النفط المنافذ الحدودية الآن خارج سيطرة الدولة لماذا الدولة لا تعيد السيطرة على المنافذ الحدودية لأنها تعتبر الرئة الحقيقية لإيران موضوع ميناء الفاو حينما بلشت الشركة الكورية بإنشاء مشروع ميناء الفاو تم ترهيبة من قبل الميليشيات الإيرانية في العراق من أجل إجهاض هذا المشروع لأن هكذا مشاريع استراتيجية ستجلب أموال وعملة صعبة إلى الحكومة العراقية إلى الشعب العراقي إيران تريد أن يكون العراق معتمد بشكل كلي على إيران من جميع النواحي الاقتصادية والسياسية وغيرها من المجالات لذلك أي مشروع حقيقي لبناء اقتصاد عراقي مستقل لم يطبق ويستهدف بشكل كامل آخر قرار مقترحات من جماعة إيران في مجلس النواح بدمج وزارات التجارة والصناعة والزراعة ما هي الغاية من هكذا مقترحات هي تدمير الصناعة والتدمير الزراعة وأن تكون التجارة تابعة بشكل مطلق لإيران من أجل أن يكون العراق الرئى الاقتصادية للنظام الإيراني طيب يعني في ظل تعدد الولايات إلى أي مدى يمكن أن يقدم شركاء العملية السياسية وميليشياتهم حلول حقيقية للنهوض بالعراق من جديد خصوصا المالية النيابية تقول أن الطفل العراقي سيولد مديونا للحكومة بنحو 3000 دولار إذا ما أقر قانون الاقتراض لا أعتقد أن هناك حل العراق مقبل على كارثة اقتصادية يعني هذا الموضوع لا مفر منه لا يوجد أي خلاص اقتصادي للعراق في ظل وجود هذه الحكومات المتعاقبة التابعة لجهات أجنبي سواء كانت أمريكية أو إيرانية الإيرانيين يريدون تدمير العراق تدمير كامل والأميركان يقفون موقف المتفرج من أجل أن يتم تدمير العراق بشكل مطلق ثم يدخلوا من جديد إلى العراق ويعيدوا بناءه بالطريقة الأمريكية التي يرغبون بها طيب يعني أزمة اقتصادية طاحنة وتراجع في أسعار النفط وما يزال ميزان المدفوعات بين العراق وإيران يميل لصالح الأخيرة ما هو التفسير لاستمرار الاستيراد من إيران في ظل أزمة الرواتب مثلا الولاء المطلق الأحزاب العراقية ما يسمى بالعراقية هي ليست عراقية ولاءها بشكل الأول وأخير هو لإيران إيران تعاني من أزمة اقتصادية سيولة نقدية من العملات الصعبة التي تدخل لاقتصاد الإيراني كلها من خلال العراق هذا هو التفسير الوحيد لا يوجد تفسير آخر الذين يحكمون للعراق ولاءهم ليس للعراق ولاءهم ومصالحهم هي للبلدهم الأم اللي هو إيران لذلك لا يوجد أي حل لأي مشكلة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية للعراق بوجود هذه العملية السياسية ومن دخل بهذه العملية السياسية من 2003 إلى حتى هذه اللحظة نعم الصحفي العراقي أوس المختار كنت معنا عبر الهاتف من فيينا شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في السادي الرافدين